في تطورات جديدة لكالثة تحطم طائرة الإسبانية المستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية من الأراضي المالية والتي أودت بحاية 116 راكبا من جنسيات متعددة نقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن وزيرة الأشغال العمومية أن باستر دعوتها عائلة ضحايا الرحلة آش 5017 التابعة للخطوط الجوية الجزائرية رفع دعوة قضائية ضد الشركة الإسبانية سويف إير وعلى هامشي حفل تأبين لضحايا تحطم الطائرة الإسبانية التابعة لشركة إيرسباين التي قضى فيها 145 راكبا نحبهم قبل أربع سنوات قالت باستر إنه بإمكان عائلات ضحايا تحطم الطائرة الماكدوغولا 83 بالشمال مالي القيام بإجراءات قانونية ضد شركة سويف إير حيث شددت المسؤولة الإسبانية على السلطات في بلادها على ضرورة الانتهاء من عملية تحديد هوية جثث ضحايا سقوط الطائرة التي كانت متوجهة في الرابع وعشرين جوليا الماضي من العاصمة البوركنابية واقادوغو إلى الجزائر ووجهت باستر دعوتها إلى أهالي الضحايا بالتحل بمزيد من الصبر ريثما تتلقى السلطات الإسبانية معلومات من الدول التي تقود التحقيق وهي فرنسا الجزائر وبوركنافاسو حيث يتم التنسيق مع هذه الدول حسب المسؤولة الإسبانية للوصول إلى النتائج الهائية للحادث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر